ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد الانهيان والي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي ترأس اجتماع مجلس إدارة مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة واطلع على إنجازات المجلس في تنمية قطاع البحث والتطوير في الإمارة واعتمد خطط تعزيز قدرات البحث والابتكار ضمن أولويات المجلس المستقبلية وأكد سمو خلال الاجتماع أن التقدم الذي يشهده مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في مجال البحث والتطوير يعكس طموح الإمارة في أن تكون في طليعة مسيرة البحث العلمي والابتكار التكنولوجي إذ تعد أهداف المجلس ترجمة على أرض الواقع لمساعي تحقيق تنمية شاملة في شتى المجالات ما يتماشى مع تطلعات أفراد مجتمع الإمارة شكرا